السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنكمل مع بعض حل تدريبات الاضواء درس تركيب المادة المادة والجزئيات هنحل من سؤال رقم 9 الى سؤال رقم 14 فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب السؤال رقم 9 قارن بين كل من واحد العنصر والمركب من حيث التعريف تركيب الجزء وعايز امثلة يبقى نعمل جدول نكتب هنا العنصر والناحية نكتب المركب بعدك تحت العنصر نكتب تعريف العنصر هو ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة اما المركب هو ناتج التحاص زرتين او اقصر لعناصر مختلفة بالنسبة وزنية سابتة يبقى المركب ناتج التحاص زرتين او اقصر لعناصر مختلفة بالنسبة وزنية سابتة بالنسبة بعد كده لتركيب الجزء العنصر يتركب من زرات متشابهة اما الجزء المركب يتركب من زرات مختلفة جزء المركب يتركب من زرات مختلفة امثلة على جزء العنصر زي الهايدروجين والاكسوجين أمثلة على جزء المركب زي جزء الماء وقروريد الهيدروجين رقم 2 يقول لك قارن بين جزء الهيدروجين وجزء الهيليم من حيث عدد الزرات هنا عندنا الهيدروجين يتكون من زرتين يتكون جزء الهيدروجين من زرتين أما الهيليم يتكون الجزء من زرة واحدة يتكون جزء من زرة واحدة رقم 3 يقول لك قارن بين جزء البروم وجزء الزئبق من حيث عدد الزرات الجزء عندنا الزئبق عنصر سائل يتركب جزء من زرة واحدة يبقى الزئبق عنصر سائل يتركب جزء من زرة واحدة أما البروم عنصر سائل يتركب جزء من زارتين وبالبروم عنصر سائل يتركب جزء من زارتين رقم 4 يقول قارن بين جزء النشادر وجزء الأكسجين من حيث نوع الجزء وعدد زارات الجزء النشادر نوع الجزء جزء مركب أما الأكسجين نوع الجزء جزء عنصر طيب بالنسبة للنشادر عدد زرات الجزء يتكون الجزء من أربع زرات بالنشادر يتكون الجزء من أربع زرات أما الأكسوجين عدد زرات الجزء يتكون الجزء من زرتين الجزء يتكون من زرتين رقم 5 قارن بين جزء الماء وجزء النشادر من حيث عدد الزرات جزء الماء عدد زرات الجزء يتكون الجزء من ثلاث زرات أما جزء النشادر عدد زرات الجزء يتكون الجزء من أربع زرات يبقى النشادر يتكون من أربع زرات الماء يتكون من ثلاث زرات رقم عشرة أسكر مثالا لكل مما يأتي واحد جزء مركب يتكون من ثلاث زرات مثال لجزء الماء رقم اثنين عنصر سائل يتكون جزء من زرة واحدة مثال لي اصدئبك طب رقم ثلاثة عنصر غازي يتكون جزء من زرتين مثال لي الهيدروجين رقم اربعة جزء مركب يتكون من زرتين لو قلو ريد الهيدروجين نكتبنا قلو ريد الهيدروجين رقم خمسة عنصر سائل يتكون جزء من زرتين اللي هو مين البروم رقم ستة عنصر غازي يتكون جزء من زرة واحدة اللي هو جزء الارجون نكتب هنا الارجون السؤال رقم حداشر بيقولك استخرج الكلمة الغير مناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات رقم واحد الهليم الالمونيوم النيون الارجون هنا عندنا العنصر المختلف هنا الالمونيوم اما الهليم والنيون والارجون غازات خاملة رقم اثنين السوديوم البوتاسم الارجون الكلور المختلف هنا عندنا الكلور اما السوديوم والبوتاسم والارجون عناصر تتكون جزءاتها من زرة واحدة رقم ثلاثة الهيدروجين الهليم البروم الارجون المختلف هنا عندنا البروم أما الهيدروجين والهيليوم والأرجون عناصر غازية اللي يربط بينهم اللي هم عناصر غازية رقم أربع نشادر الماء الأكسوجين كلوريد الهيدروجين هنا المختلف عندنا الأكسوجين أما النشادر والماء وكلوريد الهيدروجين جزئات مركبات رقم خمسة جزئ الكلور جزئ النيتروجين جزئ الماء جزئ الهيدروجين المختلف هنا عندنا جزئ الماء أما جزئ الكلور وجزئ النيتروجين وجزئ الهيدروجين جزئات عناصر رقم ستة الكلور الأكسوجين البروم الكربون هنا عندنا المختلف الكربون أما القلور والأكسوجين والبروم عناصر تتكون جزيئاتها من ظرتين عناصر تتكون جزيئاتها من ظرتين السؤال الرقم 12 بيقولك وضح بالرسم التخطيطي تركيب جزيئ كل مما يأتي مع ذكر عدد الظرات والظرات المكونة لكل جزيئ أول حاجة عندنا الأكسوجين الأكسوجين يتكون من عنصر واحد اللي هو الأكسوجين ويتكون من ظرتين اللي هما ظرتين الأكسوجين والشكل التوضيح ليه ظرتين مرتبطين مع بعض أما الماء يتكون من عنصرين الهيدروجين والأكسوجين ويتكون من ثلاث ظرات ظرتين هيدروجين وظرة أكسوجين الرسم التخطيطي ليه زارة اكسوجين مرتبطة بزارتين هيدروجين رقم ثلاثة كلوريد الهيدروجين كلوريد الهيدروجين بيتكون من عنصرين الهيدروجين والكلور ويه بيتكون من زارتين زارة كلور وزارة هيدروجين الشكل التخطيطي ليه زارة هيدروجين مرتبطة بزارة كلور سي ال رقم اربع النشادر النشادر يتكون من عنصرين الهيدروجين والنيتروجين بالنسبة لعادة الزرات يتكون من أربع زرات ثلاث زرات هيدروجين وزرة نيتروجين الشكل التوضيحي ليه زرة نيتروجين في المنتصف هو مطبط بثلاث زرات هيدروجين السؤال الرقم 13 بيقولك أسئلة متنوعة أول سؤال معنا بيقولك إشرح سبب زيادة سرعة جزيئات المادة أثناء عمليتي التبقر والانصهار هنا عندنا أثناء عمليتي التبقر والانصهار جزيئات المادة بتكتسب طاقة حرارية بالتسخين فتزداد سرعتها فتقل قوى التماسك بين الجزيئات تتسع المسافات البينية فتتحرك الجزيئات بحرية أكبر طب رقم 2 قام على في يوم مشمس حار برب بلون مملوء بالهواء في صور الحديقة ما تفسيرك لزيادة حجم البلون بعد مضي عدة ساعات فهنا عندنا لأن جزيئات الهواء داخل البلون تكتسب طاقة حرارية من ضوء الشمس مما يؤدي إلى زيادة المسافات البينية بينها فيزداد حجم البلون طب رقم 3 أذكر ثلاث مركبات يمكن تكوينها من العناصر التالية هنا مديك الهيدروجين الأكسوجين النيتروجين الكلور مع توضيح عدد الزرات كل مركب فهنا عندنا الأربع زرات دولة ممكن نكون منهم الماء الماء يتكون من زرتين هيدروجين وزرة أكسوجين وممكن نعمل كلوريد الهيدروجين زرة كلور وزرة هيدروجين وممكن نعمل نشادر زرة نيتروجين وثلاث زرات هيدروجين السؤال رقم 14 بيقول لك إردرس الأشكال الآتية ثم أجب واحد أمامك مجموعة من الجزيئات أيهما يعبر عن جزيء عنصر وأيهما يعبر عن جزيء مركب ولماذا هنا عندنا رقم واحد ده جزيء عنصر رقم واحد جزيء عنصر وباقي الأشكال جزيء مركب ليه لأن الشكل رقم واحد بيتكون من زرتين متماسلتين الشكل رقم واحد ده يتكون منين من زرتين متماسلتين رقم اثنين انسب لكل شكل من أشكال الآتية ما يناسبه من هذه الجزيئات هنا عندنا جزيء أكسوجين جزيء زئبق جزيء قروريد الهيدروجين جزيء ماء جزيء نشادر فرقم واحد عندنا ده جزيء أكسوجين وضرتين أكسوجين يتكون من زرت أكسوجين مرتبطة بزرتين هيدروجين طب رقم ثلاثة جزء النشادر يتكون من زرة نيتروجين مرتبطة بثلاث زرات هيدروجين رقم أربعة جزء كوروريد الهيدروجين زرة كورور وزرة هيدروجين رقم خمسة جزء الزئبق يتكون من زرة واحدة رقم ثلاثة بيقول لك أكمل المخطط التالي هنا يجب لك السلج الماء بخار الماء السلج يتحول إلى ماء بعملية عملية الإنصهار نكتب هنا رقم واحدة الإنصهار الماء يتحول إلى سلج بعملية عملية التجميد تجمد فنكتب هنا التجمد الماء يتحول إلى بخار ماء عملية عملية تصعيد فنكتب هنا تصعيد بخار الماء يتحول إلى ماء عملية تكسف فنكتب هنا تكسف في رقم 4 استخدم الظرات المرسومة في رسم الشكل التخطيطي للجزيئات الاتية اول حاجة عندنا جزء عنصر الاكسوجين هنا يبقى زرة هيدروجين زرة اكسوجين زرة نيتروجين جزء عنصر الاكسوجين نرسموه زرتين اكسوجين مرتبطين ببعض جزء مركب الماء جزء مركب الماء نرسم زرة اكسوجين مرتبطة بزرتين هيدروجين جزء مركب النشادر نرسم زرة نيتروجين مرتبطة بثلاث زرات هيدروجين زرة نيتروجين مرتبطة بثلاث زرات هيدروجين السؤال رقم خمسة ادرس الاشكال التالية لمجموعة جزيئات مختلفة ثم اجب عن الاسئلة هذا الشكل رقم واحد الشكل رقم اثنين الشكل رقم ثلاثة الشكل رقم اربعة الف جزيء يتكون من خمس زرات هو الشكل رقم شكل رقم اربعة يتكون من خمس زرات وعدد العناصر في الشكل رقم اثنين رقم اثنين عنصر واحد اذا رقم اثنين ايه ادي شكل رقم اثنين يتكون من عنصر واحد رقم به جزيء يتكون من زرات واحدة هو الشكل رقم الشكل رقم ثلاثة يتكون من زرات واحدة وعدد العناصر في الشكل رقم واحد ادي شكل رقم واحد عدد العناصر عنصرين عنصرين مختلفين وبكذا يكون وصلنا معكم من نهاية الدرس النهاردة أرجوكم يستفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة